ولأن بوابتين العراق الغربية والشرقية ظلطا مثال اهتماما باتجاهات متقاطعة مع بعضها بفلسفة الحكم والمزاج السياسي أكد مصدر أمني حسم ملف في تأمين الحدود مع إيران وسوريا باعتماد استراتيجية التحصينات المتقدمة مثل الأبراج الكونكريتية والكاميرات الحرارية ونصب ما يسمى بالمانع السلكية لمنع أي عمليات تسلل أو تهريب وأشار إلى أوامر عليا لتطبيق الأطر الحديثة في مسك الحدود وخاصة الكاميرات لتغطية كل المناطق على مدار الساعة ما يعكس حسب خبراء اخصوصية المخاطر التي تعبر من هذه الحدود سواء المتعلق منها بحركة التنظيمات الارهابية أو تهريب المخدرات وأشار إلى سياج كونكريتي وأسلاك شائكة وخنادق بمستويات مختلفة لتعزيز الاستعدادات اللوجيسية كموانع متقدمة تقلل من الخطر وتعزز قدرة القوات الماسكة للأرض في المناورة والمراقبة والعمليات الاسباقية حيث أمن الحدود الثلاثية يعزز عناصر الاستقرار العراقية ترجمة نانسي قنقر